كابتن إهاب، جالاءً أنت أشتغلت معي واتدربت معي، هو هو سعادك صح؟ حسب ما أنا فاهم، في مصر المقص انتدربت معي، علاقتك بإيه؟ لا، طبعاً كابتن إهاب من أسن المدربين موجودون في مصر دي حقيقة، كابتن إهاب أخلاقياً وتدريب من أسن المدربين موجودين في مصر و يعني كعقلية وكذا، كابتن إهاب في حتة تانية بصراحة يعني محترم وبيشتغل كثير جداً الحاجة قدائما انا شوفتها يعني هو معنا في المقصة وكده وإن شاء الله بإذن الله ربنا يكرمه على المنت خب ويقدر يقدر ي interpretations يعني أطول فترة ممكنة مع المنت خب يعني كان مضرب مصري موجود ربنا يكرمه طبعا ويقدر يعقل حاجه وت larبها مع الكابتن إعاب جلال أيه الحاجات عليه عند الكابتن إعاب جلال و أيه إariهم الفارغ على الكابتن إعاب جلال احنا مثل واحد例えば نفرج على كابتن إعاب جلال نقوله الرجل بيحب يبني من تحت رجل بيحب Ecvik Jenkins اللي عنده كرة يعني الحاجات اللي احنا فاهمي او اللي قدام عينيه انا كنت راجل اتدربت معي ايه اللي بيمايز الكابتن ايهب برضو بيشتغل زي ما قلت له مثلا مستر كروش برضو بيشتغل ع تفصيلات صغيرة كابتن ايهب برضو بيشتغل ع تفصيلات صغيرة جدا زي ايه من تحت القدام الكابتن ايهب مثلا بيحب سيستم معين الفرقتين مش عليه حد بيخرج برا سيستم ده طبعا بيخرج برا الفرقة بس فان شاء الله بيزن الله ربنا يكريمه طبعا سيستم سيستم مواضح بعرف النوع كمان الراجل يعني بيشتغل مع كل لعب بشكل منفرد بشكل كويس مدافعين بيشتغل معهم بشكل منفرد المهاجمين نفس القصص صح اه طبعا اه كابتن ايهب انا ما كنت موجود كان الكابتن ايهب وكابتن حمد بيشتغلوا حتة دي المدافعين مثلا يوم الواحده تخصصي اه طبعا المهاجمين نص الملعب كده اه يعني هو بيركز في كل تفصيل حتى مع الليجوان اه كابتن ايهب حتى مع حراس المرمى بيركز جامل جدا برد ايه رأي في عبدال محمد ابراهيم من منتخب موصل ايه طبعا هيمة العيب كبير جدا اه يعني هيمة من صوت الشخص بقنا بحبه جدا يعني اول ما طلقت الفريق الاول في المكسطن اوضة واحدة طول السنة فهيمة باذن الله يعني ده ما كانوا الطبيعي خلي بالك مش يرجع المنتخب هيمة دي مفاجأ لا مع محمد ابراهيم ده ما كانوا الطبيعي ويتأخرت جدا اتأخرت اتأخرت جدا طب محمد ابراهيم بقى له مسلمين عامل مسلمين كويس جدا وان شاء الله باذن الله رب مع المنتخب يأدي بصورة كويسة جدا وان شاء الله السنين الجاية محمد ابراهيم في حتة تانية باذن الله ها يعني أنا معاك على فكرة في الله اللي تقولت محمد ابراهيم يعني مش مشاركته بس مع منتخب مصر تأخرت النجومي يعني النجومي محمد ابراهيم هو محق محمد ابراهيم بقى في مكانه أكبر من كابتين الله أعلم هو كان تقصير منه في بعض الأمور تقصير من الأمور الأندية أو أي ظروف خارجية أصرت على مشواره ده بس هو أكيد لعيب كبير طبعا أكيد لعيب كبير ومميز جدا شكرا